السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هو نموذج للفصل الاول بالنسبة للغة العربية الخاص بتلميذ سنة الاولى متوسط نحن هذه الايام في زمن الفروض ولذلك كان لابد من ادراج هذا الفيديو حتى تعم الفائدة اذا مع هذا النص دون ايطالة ان من وظائف المدرسة ان تعود التلميذ القراءة وتعلمه كيف يقرأ وان من وظائف التلميذ ان يقرأ وان يعرف ماذا يقرأ فاذا لم تفعل يعني المدرسة فاذا لم تفعل فقد قصرت وليت الذين يطلبون من الأدباء ان ينتجوا ويجيدوا الانتاج يطلبون من القراءة ان يقرأوا ويحسنوا القراءة ولو كنا نقرأ لاخصبنا حقول المعرفة فاذهرت في كل مكان وأثمرت في كل نفس ولو كنا نقرأ لما كان بيننا هذا التفاوت الغريب في الأفكار والتطرف في السلوك ولو كنا نقرأ لازدهرت الثقافة وتطور النشر إذن هذا النص لأحمد الزياد ببعض التصرف القليل إذن مع أسئلة البناء الفكري إذن ما هي الوظيفة الرئيسية للمدرسة إذن نجد الجواب في النص إذن الوظيفة الرئيسية للمدرسة أن تعود التلميذ القراءة وتعلمه كيف يقرأ نجد هذا الجواب في السطر الثاني من النص السؤال الثاني يقول فيما تتمثل وظيفة التلميذ إذا كانت وظيفة المدرسة أن تعود التلميذ القراءة وتعلمه كيف يقرأ فإن وظيفة التلميذ أن يقرأ وأن يعرف ماذا يقرأ أن يعود نفسه على القراءة ثم أن يعرف ما هي الكتب وما هي النصوص التي يجب أن يقرأها نجد هذا كله في النص السؤال الثالث ما هي النتائج الإيجابية للقراءة؟ النتائج الإيجابية للقراءة هي ازدياد العارف وتعلم الناس وانتشار الثقافة ونقضي على السلوكات المتطرفة طبعا الكاتب لم يذكر هذه الفوائد بهذه الأسلوب ولكن ذكرها بأسلوب مختلف فقال فأظهرت لقال ولو كنا نقرأ لأخصبنا حقول المعرفة أخصبنا حقول المعرفة بمعنى ازدادت المعارف كل أنواع المعارف وأظهرت في كل مكان أي انتشرت المعارف وأثمرت في كل نفس أي تعلم الناس ولو كنا نقرأ لما كان بيننا هذا التفاوت الغريب في الأفكار والتطرف في السلوك ولو كنا نقرأ لأظهر الثقافة وتطور النشر إذن هذا هو الجواب لكن بصيغة مكيفة سؤال الرابع أعطي المراضي في الكلمات التالية يجيد وازدهرت وظائف الجواب يجيد بمعنى يتقن ويحسن أجاد عمله أي أتقنه وأحسنه ازدهرت بمعنى تطورت وتقدمت الوظائف بمعنى المهام أو الأعمال أو التكاليف ننتقل إلى أسلة البناء الفني هل النص شعر أم النصر مع التعليل أي مع ذلك السبب في جوابك نقول النص نصر لأنه جمل متتالية غير موزونة لماذا؟ لأن الشعر هو كلام موزون مقفى فيه وزن تدرسون هذا في السنة الثالثة أو السنة الرابعة إن شاء الله وتعالى ومقفى أي له قافية ينتهي بها كل بيت شعري في كامل القصيدة فالنص كما ترون هو جمل متتالية لاحظ معي بداية النص إن من وظائف المدرسة أن تعود التلميذ القراءة هذه جملة وتعلمه كيف يقرأ هذه جملة بعدها وإن من وظائف التلميذ أن يقرأ وأن يعرف ماذا يقرأ إذن هذه جمل متتالية ليست موزونة مثل الشعر وليس فيها قافية حتى نسميها نصا شعري إذن فهي ليست قصيدة وإنما هو نص نثري مع بقية الأسئلة البناء اللغوي استخرج ثلاثة أفعال مضارعة وصرفها في الأمر فأما الأفعال الثلاثة فهي تعود تعود وأمرها عود عود أو في المذكر وعودي في المؤنث الفعل الثاني يعرف يعرف وأمره اعرف اعرف والفعل الثالث يطلبون طبعا يطلبون هو من الأفعال الخمسة منتهي بالنون على مترفعه النون وأمره أطلب إذن هذه الأفعال الثلاثة موجودة في النص وقد صرفناها في الأمر السؤال الثاني يقول زين الأفعال التالية يقرأ تعود تعود هي في النص هكذا تعود وقصر إذن الفعل يقرأ بمعنى يفعل ميزانه الصرفي يقرأ يفعل تعود تفعل تعود تفعل وقصر فعال السؤال الثالث هو إعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص لنعرب هذه لنعرب هذه الكلمات ثم بعد ذلك نعود إلى الجواب حتى يفهم الإعراب إذن مع الكلمة الأولى وهي أن تعود تعود نلاحظ ما قبلها وهذه نصيحة أو ملاحظة لكل التلاميذ أبناء وبنات التلاميذ إذن قبل أن تعرب أي كلمة لا بد أن ترى ما قبلها وما بعدها فقد يوجد قبلها ناصب أو جازم وقد يوجد بعدها ما هو تابع لها لاحظ معي أن إذن أن حرف نصب ومصدر المصدرية تعود فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هوهية إذن فلا بد من ذكر الفاعل لأن الفاعل أحيان قد يكون مستترا في الفعل وأحيان قد يكون ظاهرا وأحيان قد يكون متأخرا في الجملة التالية إذن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هوهية ننتقل إلى الفعل الثاني وهو لم تفعل إذن تلاحظون تفعل سبقة بلم ولم حرف نفي جازم فمعناه النفي وعمله الجزم يجزم فعلا مضارعا واحدا فإذا تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي الجملة الثالثة وهي أن يقرأ طبعا في الفرض لن يعطوكم أربع إعرابات وإنما يكتفون دائما بإعرابين لكن أنا من باب الإفادة وضعت هذه الكلمات الأربع إذن أن يقرأ حرف نصب مصدرية يقرأ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لماذا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ووو الجماعة الوو المنتهي به الفعل ووو الجماعة ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكلمة الأخيرة هي الغريب نقرأ ما قبلها كان بيننا هذا التفاوت إلى هنا تنتهي الجملة إذن كلمة الغريب هي كلمة زائدة هي كلمة فضلة كما تسمى في النحو هي صفة للتفاوت إذن التفاوت موصوف والغريب صفة أو نعت هذا التفاوت لما كان بيننا هذا التفاوت إذن الموصوف مرفوع إذن الصفة تكون مرفوعة إذن صفة أو نعة مرفوعة على مترفع الضمة الظاهرة على آخره إذن كان هذا هو أو كان هذا هو إعراب هذه الكلمات إذن الإعراب تجدونه مكتوبا هنا كما ترون عليك أن توقف التسجيل وتقرأ هذا الإعراب وترجع إلى النص حتى تتأكد بأنه إعراب صحيح إن شاء الله إذن ننتقل إلى الوضعية الإدماجية قال الكاتب الحياة بالعلم والمدرسة منبع العلم في الحقيقة هذا الكلام لا يوجد في النص لأنني غيرت في النص قليلا حتى يتناسب مع الأسئلة إذن التعليمة ما هي إذن أعيد قال الكاتب الحياة بالعلم والمدرسة منبع العلم إذن التعليم أكتب نصا لا يقل عن عشرة أسطر إذن يجب أن تتوقف هنا فيجب أن لا يكون نصك أقل من عشرة أسطر هذا هو التزام الأول ثم يجب عليك أن تبرز أي تظهر أهمية العلم وتذكر بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو بعض الحكم أو بعض المعارف التي اكتسبتها من قبل تدلل على أهمية العلم بالنسبة للفرض وبالنسبة للمجتمع وقد نص على ذلك فقال في حياة الفرض والمجتمع وثم بعد ذلك تتكلم عن المدرسة ودورها في النشر العلم إذن ماذا توظف؟ توظف أفعالا ماضية وأفعالا مضارعة وأسلوب تعليم إذن كان هذا هو كل شيء إذا كان هناك أسئلة أو هناك بعض الملاحظات لا بس أن تذكرها في التعليق سوف أرفع تسجيلات أخرى خاصة بسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تجدونها في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر